بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي طلبة الصف الثامن اليوم رح نشرح ثاني درس في كتاب التاريخ وهو درس المظاهر الفكرية والحضارية في الدولة العباسية الدرسنا اليوم رح نتعرف على الإنجازات الفكرية والحضارية للدولة العباسية خلينا نبدأ بكتابة السؤال الآتي ما هي أهم الإنجازات الفكرية في الدولة العباسية بطلب منك السؤال أن تعدد الإنجازات الفكرية في الدولة العباسية إنشاء المدارس، تطور المكتبات، تنوع العلوم وتطور العمارة خلينا نبدأ سويا بإنشاء المدارس نكتب السؤال الآتي اذكر أهم المدارس في العصر العباسي بطلب منك السؤال إنك تعدد أهم المدارس التي ظهرت في الدولة العباسية حكينا واحد المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية تعالوا سويا خلينا نقارن بين المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية من حيث الموقع من أنشأها ما أهم مميزاتها والعلوم التي تدرس فيها أين موقعها المدرسة النظامية في بغداد والمدرسة المستنصرية في بغداد من أنشأها المدرسة النظامية الوزير السلجوقي نظام الملك والمدرسة المستنصرية المستنصر بالله في بغداد أهم مميزاتها المدرسة النظامية اهتمت بتأمين المسكن والمأكل للطلبة والمدرسة المستنصرية ما كان فيه إلها مميزات المدرسة النظامية العلوم التي تدرس فيها القرآن الحديث اللغة الفقه الأدب والشعر والعلوم الرياضية المدرسة المستنصرية علوم القرآن والفقه والرياضيات والصيدلة والطب ننتقل إلى تطور المكتبات وهي ثاني إنجاز للدولة العباسية عدد أنواع المكتبات في العصر العباسي ظهر نوعان من المكتبات يا ثامن المكتبات الخاصة والمكتبات العامة بشكل سريع تعالوا خلينا نتعرف على كل مكتبة على حدة نبدأ بالمكتبات الخاصة عرف هي مكتبات الخلفاء العباسيين والوزراء والأمراء والقادة والعلماء والأدباء إذن المكتبات الخاصة من اسمها خاصة إذن خصصت لشريحة معينة من المجتمع كالخلفاء والوزراء والأمراء والقادة والعلماء والأدباء أذكر أشهر المكتبات الخاصة في العصر العباسي الخليفة الناصر لدين الله مكتبة الوزير الفتح بن خاقان ويحيى البرمكي المكتبات العامة عرف المكتبات العامة هي مكتبة أنشئت لعامة الناس لتسهيل سبل المطالعة بها إذن المكتبات العامة هي مكتبات اسمها عامة أي مكتبات كانت لجميع الناس علّل ظهور المكتبات العامة في العصر العباسي بطلب منك السؤال أن تعلّل شو سبب إنشاء هذه المكتبات العامة بسبب ارتفاع أسعار الكتب المخطوطة والصعوبة تسخيها لأنه كانت الكتب قديماً ما كان عندهم طابعات كانت تخط باليد فبالتالي كانت أسعارها مرتفعة بالإضافة أنه كان من الصعب أن يتم عمل النسخ لهذه الكتب عرف مكتبة بيت الحكمة هي مكتبة بنيت في بغداد أنشئت في عصر الرشيد وازهرت في عصر المأمون وهي من أعظم المكتبات الإسلامية من الأمثلة على المكتبات العامة هي مكتبة بيت الحكمة تم إنشاءها في بغداد أيضاً في عصر الرشيد وازهرت بشكل كبير في عصر المأمون هي من أعظم المكتبات الإسلامية الآن تنوع العلوم أذكر أشهر العلوم التي ازدهرت في العصر العباسي الآن سوياً بدنا نتعرف على أشهر العلوم في العصر العباسي العلوم الدينية العلوم الأدبية والعلوم التطبيقية نبدأ سوياً بالعلوم الدينية أعطي مثال علم التفسير علم الحديث وعلم الفقه العلوم الأدبية علم الكلام علم النحو المعاجم الشعر النثر والترجمة تعالوا يا ثامن خلينا نتعرف على كل علم منها على حدة نبدأ بعلم الكلام علم الكلام هو عبارة عن علم إسلامي هدفه الأساسي أن يثبت العقائد بأن يرد الحجاج يعني بده يعطي دليل ويدافع عن أي شبهة ضد هذا العلم طبعاً بدافع عنها بحماسة وإخلاص أول من وضع أساس علم الكلام هو المعتزلاء وكان مسؤول عنهم واصل بن عطاء علم الكلام هو العلم الذي يبحث في قواعد الإعراض إذن عفاً علم الكلام هو علم إسلامي يهدف إلى إثبات العقائد بإيراد الحجاج تعالوا خلينا نتعرف على المعتزلة المعتزلة هم عبارة عن جماعة اهتمت بعلم الكلام ظهرت تحديداً في أواخر العصر الأموي في مدينة البصرة والزهرت في العصر العباسي ننتقل إلى علم النحو هو علم يبحث في قواعد الإعراض الآن اللي أخبطنا فيه قبل قليل هو تعريف علم النحو إذن علم النحو هو علم يبحث في قواعد الإعراض أول من وضع النقاط على الحروف هو أبو الأسود الدؤلي لازم تعرفها أنه أول شخص وضع النقاط على الحروف هو أبو الأسود الدؤلي المعاجم أول معجم ظهر في العصر العباسي هو كتاب العيل للخليل بن أحمد الفراهيدي ننتقل إلى الشعر علل كثرة الشعراء وتطور الشعر في العصر العباسي بحكي لك السؤال شو السبب أنه كان فيه كثير عندنا شعراء لأنه كان هناك تشجيح خاص من الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة ننتقل إلى أذكر أشهر شعراء العصر العباسي الآن بدنا نعطي شوية أمثلة على أسماء شعراء ظهروا في العصر العباسي البحتري، ابن الرومي، أبو الطيب المتنبي، وأبو العلاء المعري أما النثر أذكر أشهر أدباء وكتباء النثر الجاحب وبديع الزمان الهمذاني الترجمة الآن بدنا نتعرف أنا وياكم على المقصود بالترجمة يعني نقل الكلام بمعناه من لغة إلى لغة أخرى كلام باللغة الإنجليزية بدي أنقله فعلياً إلى اللغة العربية هذا اسمه الترجمة أذكر أشهر المترجمين في العصر العباسي عنا ثابت بن قرى الحراني وحنين بن إسحاق آخر علم من العلوم، العلوم التطبيقية بدنا نتعرف على الطب وعلم الفلك أذكر أشهر أطباء العصر العباسي الآن سوياً بدنا نتعرف على أشهر أطباء العرب في العصر العباسي الرازي والزهراوي وابن النفيس وابن سينة فالسر كان لها أولاء الأطباء دور في الحضارة الإنسانية بحكي لك السؤال فسر لي ليش هذول العلماء كان لهم بصمة قوية في الحضارة الإنسانية لأنهم كانت مؤلفاتهم قيمة انتشرت في أوروبا في القرون الوسطى ظل معظم هذه المؤلفات يدرس في الجامعات الأوروبية حتى وقت قريب يرجع الفضل إلى الأطباء العرب في العديد من الإنجازات زي ابن النفيس اللي اكتشى في الدولة الدموية الصغرى يعتمد على الملاحظة الحسية والمقاييس العلمية وهو مبني على الأرصاد والحسابات الفلكية التي تستند إلى الرياضيات البحثة والتطبيقية إذن علم الفلك هو عبارة عن علم باعتمد على الحسابات الفلكية وباستند بشكل أساسي إلى الرياضيات البحثة والتطبيقية ننتقل إلى آخر شيء إلى العمارة أذكر أشهر الجوامع على النمط المعماري العباسي جامع ابن طولون ومسجد الملوية في سمرة عرف ما يليه علم النحو والمعتزلة حكيناهم حكينا أن علم النحو هو العلم الذي يبحث في قواعد الإعراب المعتزلة هو جماعة اهتمت بعلم الكلام ظهرت في أواخر العصر الأموي في مدينة البصرة واستهرت في العصر العباسي المدرسة النظامية والمستنصرية قارننا بيناتهم حكينا المدرسة النظامية مدرسة أنشأها الوزير السلجوق نظام الملك كانت تؤمن السكن والمأكل للطلبة اهتمت بتدريس القرآن والحديث إلى جانب اللغة العربية والفقه وغيرها المدرسة النظامية مدرسة أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله في بغداد كان يدرس فيها علوم القرآن والفقه والرياضيات والصيدة لا والطب السؤال الثاني أهم المدارس المدرسة النظامية والمدارس المستنصرية السؤال الثالث سبب اهتمام الخلفاء العباسيين بالعلم بسبب ازدياد عدد الطلبة الباحثين عن العلم بالإضافة إلى صعوبة واستمرار التدريس في المساجد أربعة أذكر سببا ساعد على تطور العمارة في العصر العباسي لاهتمام الخلفاء العباسيين وكبار رجال الدولة ببناء المدن والمساجد والقصور الفخمة المزينة بالرسوم والزخارف من الداخل